مع حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو يبرز موضوع احتفال عام 2018 أهمية تهيئة بيئة قانونية تمكيناً وتعزيزاً لحرية الصحافة وتوجيه اهتمام خاص لدور القضاء المستقل لإتاحة تلك الضمانات لعمل الصحافة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين وفيما يخص الصحافة الليبية صنفت مراسلون بلا حدود ليبيا من أكثر البلدان خطورة في العالم على العاملين في مجال الإعلام فكان اللون الأسود يغطي خريطتها في تصور مراسلون بلا حدود عن العالم عن وضع بالغ القتامة والسواد ومن بين 180 دولة شملها تصنيف مراسلون بلا حدود جاءت ليبيا في المرتبة 162 ما يجعل الصحافية الليبية في اليوم العالمي لحرية الصحافة يسير على سطح صفيح ساخن على جمر كم هائل من المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون مع كل خطوة في ملاحقة الخبر وفيما يحتضن التاريخ بين جنبات كتبه مرور نحو قرنين من الزمان على بداية النشر الصحفي بليبيا فإن عهد البلاد بالصحافة العربية يعود إلى عام 1866 أو إلى ما قبل ذلك عندما أصدر القنصل الفرنسي في طرابل الصحيفة المنقب الإفريقي المخطوطة باليد عام 1827 تلك سنوات فاتت وانقضت لم يستطع الصحفيون الليبيون اليوم الاستفادة منها وتوظيفها في حمايتهم من الجور والعسف والاضطهاد الذي يمارس بحقهم فيما تبرز محاولات يتيمة لتأسيس نقابة أو اتحاد سرعان ما تتبخر تحت وطأة الانقسامات السياسية وتوزع الصحفيون بين مؤيد ومعارض للتوجهات السياسية أو فيما بينهم في وقت بات فيه من الضروري تطوير مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافية على جميع المستويات وتعزيز حرية الصحافة كرديف ضروري لهذا الغرض